بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد فسيكون هذا الفيديو شرح بطاقة رقم 16 من بطاقات التعلم الذاتي لمبحث الجغرافية والدراسات التاريخية في الصف العاشر طبعا ستكون هذه آخر بطاقة من بطاقات التعلم الذاتي طبعا نذكركم أن جميع البطاقات التعلم الذاتي تم شرحها في قوائم التشغيل ستجدون في قائمة جغرافية الصف العاشر للفصل الثاني طبعا سأقوم إن شاء الله الأسبوع القادم بعمل مراجعة شاملة لهذه المادة بأسئلة وكيفية عماط امتحانات سابقة إن أعجبكم هذه الطريقة اكتب لي في التعليقات ولا تنسوا أن تفعلوا زر الجرس حتى يأتي إليكم إشعار عندما تنقوم بتنزيل هذه المادة طبعا محطات تاريخية هاما بعد رحيل الرئيس عرفات طبعا من ناحية محليا ومن ناحية دولية تحليا أصبحت هناك انتخابات في عام 2005 وتولى سيد محمود عباس رأسيس السلطة الفلسطينية وقيم الاحتلال بين سحام أحادة جانب من قطاع غزة في 2005 والانقسام الداخل الذي أدى إلى سلطتين سلطة في غزة وسلطة في الضفة الغلفية في 2007 دوليا انضمان فلسطين عضو كامل إلى منظمة الأمم المتحدة للتربة والعلوم والثقافة اليونيسكو في عام 2012 وتقيع دولة فلسطين لمجموعة من اتفاقيات والمعاهدات الدولية في 2014 سنبدأ الآن بشرح هذه الأسئلة طبعا حصلت فلسطين على دولة دولة مراقب غير عضو في الجمعين عامة لأمتحد في عام 2012 آآ ميلادي طبعا انسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة بشكل احادي آآ الجانب طبعا معنى احادي الجانب غير منصق الجانب بشكل كامل طبعا بشكل كامل آآ من قطاع غزة وفرض عليه حصار عام الفين طبعا الفين وثمانية كان في سنة الفين وثمانية ميلادي وقعت فلسطين لمجموعة من آآ المعاهدات عام الفين واربعة عشر آآ مجموعة من طبعا مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخلاف والمعاهدات الدولية طبعا للاستدادة من هذه الجزئية انظروا وقعت هذا فقط للزيادة وقعت فلسطين على مجموعة من اتفاقيات معاهدات الدولية وهذه كانت تتعلق بحقوق الانسان القانون الانسان الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام والتفاقية البيئية تخص الموارد البيئية والتسليح ومعاهد دروم المحكم الجنائية التي تتيح محاكمة الاحتلال بحق جراهم الشعب الفلسطيني واتفاقية بجميع اشكال تميز ضد المرأة وأصبحت يعني عدة اتفاقيات آآ كثيرة آآ ستأتي بعد ذلك في طبعا اهمية انضمام دولة فلسطين الى المؤسسات الدولية والتوقيع على اتفاقية المرتبطة آآ طبعا اهميتها لتعزيز تعزيز مكانة آآ فلسطين الدولية طبعا انا اسف على خطلة ما نكتب بالماوس الدولية والقانونية والقانونية طبعا آآ وهو هذا الحل اذا الجواب لتعزيز مكانة فلسطين القانونية والدولية آآ عدد نتائج الانقسام الداخلي التي شهدته الفلسطينية عام الفين وسبعة الفين وسبعة طبعا والجواب يتلخص في هذه الجزئية طبعا آآ واحد طبعا انعكس واحد انعكس سلبا على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجرت عدة محاولات الانهائية طبعا في الفين وسبعة لكن هو بشكل اساسي انعكس سلبا لانه اصبح هناك حصار آآ كثير من العائلات آآ تسبب لها مشاكل في عملية آآ التعامل مع آآ الاهل والاقارب والاحصار المفروض وعملية البطالة وخلافه فهي اثر سلبا على آآ الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لانه باظهر الفلسطينيين انهم غير موحدون اتجاه آآ دولة الاحتلال هكذا نقول قد انهينا لكن هريد هنا ان انوه الى امر مهم وهو اسئلة آآ الكتاب طبعا هنا فقط للتنويه يوجد اسئلة الكتاب بما انه باقي جزء من الفيديو ساشرح في اسئلة الكتاب الخاصة بهذا الدرس وهو آآ ما السبب طبعا هذه اسئلة الكتاب عن درس الانتفاضة بشقيه لكن هو يركز على انتفاضة الاقصى ما السبب المباشر لاندلاع التفاضة الاقصى وقلنا اقتحام شارون المسجد الاقصى بما تميزت آآ الاقتصاد الانتفاضة الفلسطينية عام الفين بطبيعها العسكري ما المخيم الذي اتكبت فيه آآ المجزر اثنان الانتفاضة الاقصى فرنعم هو مخيم جينين متى حصلت فلسطين على دولة المراقب عيرو العضو في الامر المتحدة آآ كان في عام الفين واثمعش طبعا اوضح الظروف التي اسمت فيه اندلاع انتفاضة الاقصى وآآ سنع اشرحها الان وهو السبب انه سيادة حالة الاحباط الشارع الفلسطيني من عملية السلام هذا السبب الاول طبعا السبب الاحباط هو عدم الالتزام الاحتلال الاسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا ما تم توقيع عليه في التفاقية اوسلو محاولة الولايات المتحدة وصائل فرض آآ حل على الفلسطينيين كان في جزر بعيدا عن آآآ قرارات الشرعية الفلسطينية مما ادى الى ان ياسر عرفات رفض هذه الحلول في نفس الامر كان هناك سياسة الاحتلال التي كانت آآ تعمل على القمع ومصادرة الاراضي تهويد القدس الاعتقالات رفض الفراج عن الاسرى لاقتحامات المتكررة للاقصى ومناطق السلطة الفلسطينية وخصوصا طبعا هذه لكن السبب المباشر وهو اقتحام الير شارون لساحات المسجد الاقصى كان هو السبب المباشر لاندلاع شرارة الانتفاضة الاقصى طبعا ابين سياسة الاحتلال السريلي في قمع انتفاضة الاقصى عام الفين طبعا واحد كان اغلاق الطرق الواصل بين القرى والمدن بالسواتر والبوابات الحديدية اه اتنين التدمير البنية التحدية للشعب الفلسطيني وتجريف الاراضي والزراعية وخلافه ثلاثة كان اقتحام القرى والمدن والمخيمات واقتل كثير من الاعتقالات وحصار رئيس عرفات في اه مقر المقاطعة في عام الفين اه اه واربع حتى سوشة عام الفين واربعة وهكذا نكون قد انهينا هذه البطاقة شكرا لحسن استماعكم ونتمنى ان تكونوا قد استفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجوي داخل الاطار تمانية في وعن هذا ضاد اتنين يعني هذا ضاد اتنين انه بعد بلغه لكن فاذا كان ضغطه الاول هذا ضاد واحد فهنا ضاد واحد هو الفصل تابع خمسة فدائما الفصل يتم تعمل مشكلة في بعض ترتيب الاسئلة يريد درجة حرب السلوس يعني بعد ما ان نأتي بها بالكلفن نحولها الى سلوس فهنا ضاد واحد على دال واحد تساوي ضاد اتنين على دال اتنين طبعا اه في البداية ضاد واحد هنا عبارة عن واحد فاصلة خمسة وسبعون ضغط جوي على درجة الحرارة اه الخمسة وعشرون في بداية حركته بعد ما انتحويلها الى كلفن اه متين تمانية وتسعون تساوي ضاد اتنين وهي عبارة اه بعد واحد فاصلة ثمانية ضغط جوي على دال اتنين. طبعا اه هنا سنختصر الضغط الجوي مع الضغط الجوي ماذا يتبقى لدي تبقى لدي ان تضرب مقص دال اتنين تساوي متين تمانية وتسعون اه ضرب واحد فاصلة ثمانية على ما يضرف المجهول وهو واحد فاصلة خمسة وسبعون. الضرج الحرارة التي ستنتج هنا ستكون بماذا بالكلفن. للتحويل الى سيلوزيوس يكون اه تأتي بالرقم التي قمنا بحسابه الان وتطرحه من متين ثلاثة وسبعون. وبالتالي سيكون عندك الجواب بالماو. احسبوها واكتب لي في التعليقات ما هي الجواب. هكذا نكون قد اهنين هذه البطاقة ان شاء الله سنشحل في المرة القادمة بطاقة رقم اربعة عشر.